شوء العلاج ولو بشكل مبسط العلاج العلاج هو الرب تقوّو بالرب في الرب وفي شدة قواته أمام يسوع أنا بقول لنفس الكلام ده مش لللي بيشوفني أنا المفروض أكون يقز ل24 ساعة نعم وعيني على الرب ل24 ساعة تهمل خلوتك إبليس هيخدعك لأنه مكتوب إسهر ووصحه لأن إبليس خصبكم يعني عم بيشتغل فإذا أحملت قعدتك قدام الرب وتمسكك بي ودرستك في كلماته هتسقط هتسقط على طول يعني أنا بقول تاني ده أظن سبرجين اللي كان بيقولك أو مودي يوجد أكبر خطر على أكبر مؤمن يهمل الكتاب المقدس إذا أنا أحملت أن أقرأ كلماته وأن أروح بيته وأن شركة المؤمنين اللي تب مصدر سند وتشجيع لي إيه اللي بيحصل لما ندرس كل حياة الإبليس واحدة من المكايد لقيته محاولة الانفراد باية زي لما أخد جامرة كده من موقد أخدها بعيد يحصل لها إيه؟ على طول هو جه لحول وحديه نعم هو يحاول ينفرد لكن لما نبقى مع بعض نسند بعض فوجود في الدفء الدفء بتاع الجسد الواحد المعتزل يطلب شهوته مش كده يشجعني يسندني فبقول لكل واحد خد بالك إبليس عايز ينفرد بيك يخليك تهمل خلوتك تهمل كتابك تهمل الشهادة لما نقرأ الكتاب عايز تغلب تنتصر كلمة يغلب أولا تعبر أني هي حرب مستمرة لآخر نفس لكن يقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير مرة تاني يقول وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا مرة تالتة وهم غلبوه بإيه خروف آه وبكلمة شهادتهم فعايز تغلب اغلب بالكلمة يسوع قال له مكتوب مكتوب هتغلب بالكلمة هتغلب بالإيمان هتغلب بكلمة الشهادة على طول هتغلب بالخير يعني واحد ما سلمش عليك سلم عليه واحد قال عليك كلمة وحشة قول عليك كلمة حالوة فأنا أغلب بالخير نعم مش بالشرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر